اهلا بكم صدقة الحكومة المغربية مؤخرا على قانونين ومرسوم يتعلق بتعديل النصوص التشريعية والتنظيمية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية وتم تذل مصادقة من خلال ادراج مقتضيات تهدف الى ادراج المجالات البحرية قبل تسواحل الصحراء المغربية بشكل صريح في المنظومة القانونية الوطنية وذلك لتثبيت الولاية القانونية للمملكة عليها واكدت الحكومة ان ترسيم المغرب لحدود البحرية قرار سيادي له ابعاد الاقتصادية والتنموية والاستراتيجية والديبلوماسية ترسيم الحدود البحرية موضوع نحاول ان نناقشه مع الدكتور عبد الرحيم منار سليمي رئيس المركز الاطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الامني مرحبا بك استاذي اهلا سعود الله ملف ترسيم الحدود البحرية بين المغرب واسبانيا يعود من جديد اثار كثيرا من الجدل خلال السنوات الماضية بين البلدين اليوم الحكومة المغربية تقرر ادراج المجالات البحرية قبل تسواحل الصحراء في منظومتها القانونية بمعنى ترسيم الحدود البحرية كيف نفسر هذا القرار المغربي السيادي وهل له مغزى سياسي ام قانوني اولا فكرة على ان ترسيم الحدود البحرية هذا من اصعب المواضع وعقدها في القانون الدولي مطروح تقريبا منذ سنة 1947 رح بالنسبة لولايات المتحدة الامريكية في الفترة اللي كان فيها الرئيس ترومان انادك ثم جات اتفاقية اللي كانت هي اتفاقية جونيف لسنة 1958 لما نسمع مثلا مصطلح جرف القاري نسمع المنطقة الاقتصادية البحرية الخاليصة المرور البريء هذه كلها مفاهيم التي راجت المغرب لكي نوضح هنا واتحدث هنا من منطلق القانون الدولي للبحر 1973 كان ضغير بمثابة قانون وهو جوج مرس 1973 وفيه اشارة الان من نسبة الشريعات اللي هي حديثة دخل المغرب هذا المجال ايضا كانت هناك في سنة 1994 بالضبط 28 يوليوز ايضا في هذا المجال لانه هذا مرتبط بمصالح ومجال يتطور مع تطور المصالح الاقليمية وايضا مع تطور ما يجري عادة مع الدول التي تكون مقابل الان نتحدث عن اسبانيا ايضا في يوليوز كانت ايضا في 2008 ونعود اليوم في 2017 على مستوى القانون الدولي المغرب هو مطالب بان يتلأم مع اتفاقية دولية معروفة كانت اتفاقية اممية اساسية في هذا المجال اللي تحدث على اتفاقية ديال 1982 ايضا في 2007 كانت تحدث على اتفاقية اممية ديال نيويورك اذا الامر هو يتعلق بمقتضيات مرتبطة بالقانون الدولي وهناك من يتابع انه كانت هناك من تقريبا 2001 كان هناك نوع من النقاش والتفاوض مع اسبانيا واحيانا كانت اسبانيا تقوم ببعض المبادرات يرفضها المغرب واذا كان هذا نقاش اذا الامر هو يجب ان نفهمه وكما جاء في طريح ديال الحكومة انه قرار سيادي وليس المسألة لا تتعلق بقرار اللي كنسميه ولائي لماذا لانه الامر يتعلق بقرار يتخذ المغرب في مجاله البحري واسبانيا كان لها تصريح بان الامر يتعلق بتعديلات تهم المغرب كان تصريح واضح لما سنعود الى هذه النقطة اذا هنا نبقى في اطار القانون الدولي لماذا لانه البوليزاريو دخل وبدأ باتكثرف ضجيش ديال البوليزاريو هو غير معني بهذه المسألة نهائيا لانه غرج على هذه النقطة لا صفة له ولكن هو في كل مرحلة حتى يمكن توقعه حتى المغرب لما يزيد ساعة توقع بين البوليزاريو القرية يقدر يحتج في هذه النقطة لانه يريد عنده مسألة هي سيكولوجية نفسية صعبة يريد الخروج في كل هذه النقطة التي تهم المغرب وغرج على المقتضيات اللي هي عنده طابع جيو امني وجيو استراتيجي الان تحددت فقط على مسألة الملاءمة مطلوبة من المغرب وكين مصالح اقليمية وفي كل مرحلة قلت بانه اخر ميل في مطروح على مستوى الترسيم ديال الحدود البحرية كان مطروح منذ سنوات ما بين مصر وقبروس طرحت قريبا في سنة 2003 وتار نقاشات وهي نقاشات تكون لها طبيعة قانونية ولكن هذا قرار سيادي في مجال سيادي مغربي قرار سيادي في مجال سيادي تحدث عن المبادرات الاسبانية الاخيرة من اخرها كان قبل سنتين عندما طالبت من جانب واحد من الامم المتحدة ترسيم حدودها البحرية الاقليمية انذاك الحكومة المغربية استهجنت هذا القرار اليوم ما الذي نفهمه من قرار المغرب اولا هنا لما نقول قرار القرار عادة تكون هناك مفاوضات بمعنى انه هذا النقاش مطروح بين المغرب واسبانيا منذ سنة 2001 تقريبا مطروح اسبانيا قامت في مبادرات رفضها المغرب الان تصريح الاسباني هو يعطي اشارة تصريح لما طرح الحزب الاسباني بوديموس طرح المسألة كان فيها نوع من الاحتجاج على السلطات الاسبانية كان جواب للخارجية الاسبانية بان الامر يتعلق بحدود اقليمية مغربية بمعنى الحدود الاقليمية المغربية وهذا واضح الموقف الاسباني ثم لا ننسى بانه الذين ينتظرون مثلا يكون تصريح اسبانيا أو تصريح واضح ثم لا ننسى ان المصالح هي متدخلة ومثل هذه القرارات بمعنى انها تكون عليها مفاوضة هذا اللاجئ يجب ان نفهمه وهي هم اسبانيا والمغرب ولا يهم مطرف اخر ربما ستجي نقاشات اخرى المتعلقة كما قلت بالجانب الامني وجانب استراتيجي التي سنتحدث عنها او السياق بمعنى ما هو السياق الذي جاء فيه هذا القرار في هذه المرحلة طيب ما هو السياق الذي اتى فيه هذا القرار وفي هذه المرحلة السياق اولا هنا باش نتحتو على مسألة ترسيم الحدود كينين مشاكل بدأت تطرح مشاكل اللي عندها طبيعة امنية بالدرجة الاولى هذه المنطقة الى ما كانتش فيها مخاطر في مرحلة معينة الان هناك مخاطر كل يتوقع يتذكر مثلا ما وقعه على مستوى الشريط والامور اخرى بمعنى هنا هذه المنطقة تعني المغرب واسبانيا تبين بانها اذا لم يتم هناك فيها ترسيم ستكون هناك مخاطر امنية هذا واضح هذه المسألة لا يجب ان تتركها بهذا الشكل لانه كين ما يسمى بالمرور البريء كين مراقبة السفون الى غير ذلك اذا كين مخاطر وحتى الامة المتحدة في تقارير تقول بان المنطقة كل هذه الاطلسية قد تكون فيها مخاطر هذه النقطة الاولى النقطة التانية وهي نقطة جيوستراتيجية المغرب اليوم هو قوة اقليمية تجه نحو افريقيا عاد الى الاتحاد الافريقي نتذكر المسألة العلاقة التي بدأت مع دول مجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا وايضا مسألة مشروع انبوب الغاز مع نيجيريا كل هذه المسائل يجب ان نقرأها لكي نفهم السياق الذي ادى فيه معنى ان المصالح الاقليمية تتغير وطبيعي انه في هذه المرحلة كما قلت انه تكون مسألة ديال الترسيم وتبدأ المسألة ديال اكتر المراقبة واتخاذ القرار في هذا المجال اذا نفهم السياق بانه يتغير اكتر من ذلك منذ سنة الف وتسعمائة وخمسون سبعين الى اليوم تغيرت العديد من المعطيات واشير الى نقطة هنا لا ينتبه اليها الكثير وهي القرار الاخير لمجلس الامن ثلاثة وعشرين وواحد وخمسين يشير الى نقطة وهي ان كل ما يمكن ان تكون المنطقة مقبلة عليه يجب ان يأخذ بعيد الاعتبار ما يجري في الواقع وما يجري في الواقع هناك مسألة مغربية بمعنى انها المغرب المجهودات التي بدلها المغرب طيلت منذ سنة الف وتسعمائة وخمسون سبعين هي تحضر الان هذا قرار واضح لان الكثير مثلا تبعت بعض النقاشات وبعض الردود التي اتت لا من طرف البوليزاري ولا من طرف الجزائر هي تشير الى مرحلة قديمة ولكن موقع منذ خمسون سبعين غير مجموعة من الامور وتجعل هذه الخطوة قانونية ومقبولة ولها شرعية من طرف للأمم المتحدة ولا في إطار المقتضيات الأممية وقلت بأنه السند وهو قرار مجلس أمن يجب أن يقرأ بطريقة جيدة بالإضافة إلى كل ما ذكرت في إطار هذه السياقات هل يمكن اعتبار أن إسبانيا لها مطامع ورغبة أو حادية الجانب لضم المياه الإقليمية في منطقة الصحراء خصوصا وأن المغرب قام بقطع الطريق على مثل هذه المواقف من خلال الاحتكام إلى لجنة الجرف القاري التابعة للأمم المتحدة ورسل هذه اللجنة في العام 2015 أولا طبيعة الاحتكام المغربي الإسباني الكل يعرف بأنه هناك مبدأ حسن الجوار هناك علاقات تاريخية كل هذه العناصر ولكن العلاقات تغيرت بمعنى أنني لما أقرأ جيدا مثلا الصريح الذي صدر منذ يومين من طرف الخارجية الإسبانية يبين بأن مجموعة من الأمور تغيرت نظرة الإسبانيين هي تغيرت واعتبرت بأن حتى إسبانيا بمعنى من خلال الصريحية ضمنيا تشير إلى أن مسألة الترسيم لا تطرح أي إشكال بالنسبة لإسبان وإن كانت بعض الأحزاب التي هي معروفة أحزاب تساند جبهة البوليزاريو يتخرج بهذه النقطة وتطلق بعض المصطلحات غير الدقيقة ولكن ما يهمنا هو الموقف الرسمي وأعتقد بأن العلاقات المغربية الإسبانية تغيرت واجب أن تقرأ على الأقل من سنة 2011 إلى اليوم مختلفة عن مواقع مثلا في سنة 2005 أو في سنة 2001 أو 2002 إذن هناك رقباتية سياسية في هذا المصالح بمعنى أنه تغيرت العلاقات لاحظنا لا الموقف لا المواقف أتحدث هنا عن دولتين على الأقل في أوروبا إسبانيا وفرنسا بمعنى أن هناك علاقات بشكل آخر هناك وعي بأن المغرب هو عمق استراتيجي لهما وأيضا عمق استراتيجي هو متبادل وأن هناك مصالح لا اقتصادية ولا استراتيجية هي تقريبا متطابقة إذن السياق الملف الآن موجود في الأمم المتحدة وبالتالي نستعد مسألة تحكيم الدولة على الأقل في الوقت الراحل المغرب هو مطالب كان عنده مدة دي العشر سنوات لكي يتكيف ويتلأم مع هذه الأوضاع ولكن لا نتوقع لن يكون هناك نزاعات الكثير يخلط مثلا لحظنا مثلا الخارجات دي البوليزاريو المتنقيدة أحيانا يقول بأن هذا القرار بدون قيمة قانونية وأحيانا يحيل مثلا على بعض المقتضيات التي لا علاقة لها بموضوع تحدثون مثلا عن الورقة التي يخرجها البوليزاريو والجزائر نفسها وهي مسألة محكمة العدل الأوروبية لا يقرؤون المقتضيات بطريقة صحيحة هذا مجال آخر وهذا مجال سيادي وهذا مجال قلت بأنه من أعقد المجالات في القانون الدولي هذا الاحتكاك وهذا الترصيم لأن في هذا المصطلحات تقرأ ويجب أن تقرأ جيدا جرف القاري له دلالة المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة هذه مرتبطة بأبحاث وتقنيات علمية براءة المرور مرتبطة بمقتضيات أمنية وكل هذه المقتضيات هي مطروحة في هذه المنطقة وقلت من يعود إلى التقارير الأممية سيجد بأن هناك مخاطر جيو أمنية تفسير أيضا هذه العملية بالإضافة إلى مقتضيات قانونية ومقتضيات جيو استراتيجية مسألة مهمة تحتاج إلى شرح في بداية كلامي قلت بأن جبهة البوليساريو غير معنية بهذا الموضوع أو بهذا القرار جبهة البوليساريو تحارب مصارح المغرب في المحافل الدولية وتحارب موضوع منتجات الصحراء أنا قلت بأن يجب أن نقرأ جيدا أن نفكر بهذه الطريقة سيكولوجية البوليساريو في هذه المرحلة قلت بأنه احتالى المغرب تلك الساعة يمكن البوليساريو أنه يقدر يرفع دعوة وقدمشي محكمة بهذه الطريقة وإن كان فيها نوع من البوليساريو هو الآن هناك ليست له الصفة وليست له التمثيلية ونتوقع في كل المحافل أنه سيرفع دعوة لماذا هذا النوع من الدعوة؟ وهو أنه يبحث عن الصفة هذه بمعنى أنه يحاول أن يبحث عنها هذا الملف لا يهمه وكان هناك نقاش داخل البوليساريو وكان سيرتكي بخطأ قاتل وهو أن هناك من دفع داخل جبهة البوليساريو بأن يدخل بأن يعود البوليساريو إلى منطقة القرقارات وكان سيكون خطأ قاتل ولكن تم التراجع وهذا يبين نفسيا التي يعيشها البوليساريو اليوم لا ننسى في مرحلة معينة أنه كانت هناك صور لزعيم البوليساريو في منطقة دخل عبر الأراضي الموريطانية قامت بخطوة لما قام المغرب بهذه العملية وأنها راقبت الحدود الشمالية ويبدو بأن الكل يأخذ قرار مجلس أمن ويأخذ ما يجري في المنطقة وما يمكن أن يحدث من مخاطر بنوع من الجدية أكثر مما كانت عليه لهذا تغلق جميع الممرات على البوليساريو وسيدهب مرة أخرى إلى بمعنى هذه الفكرة ديال الرفع دعاوة يجب أن نتوقعها في كل المحافل ويجب أن تكون هناك استراتيجية مضادة لإحتوائها تحدثت في بداية كلامك عن التحولات القادمة على العلاقة المغرب بالدول لغرب أفريقيا وأيضا بمشروع الأنبوب الغازي أنتم المحللون تربطون هذا الموضوع بكل هذه التحولات رؤية استراتيجية بمعنى أن الذي ينظر فقط إلى مسألة ترسيم الحدود بدون أن يقرأ بأن المغرب اليوم تحول إلى قوة إقليمية قوة إقليمية التي تربط ما بين أفريقيا وما بين أوروبا لا نسى بأن هذا المشروع يهم الأوروبيين ويهم بمعنى أن الممرات هنا يجب أن تكون آمنة أتحدث هنا على الممرات البحرية هذا التفسير أكثر من ذلك أن المشروع هنا سيناقش داخل الاتحاد الإفريقي بمعنى أنه يحظى بقبول مجموعة من الدول الإفريقية إذن هذه تحولات استراتيجية جيو استراتيجية بالإضافة إلى التحولات الجيو أمنية اليوم كانت هناك العديد من التقارير منها تقرير الأمم المتحدة الذي يشير إلى المخاطر التي قد تصبح داخل المحيط الأطلسية تحدث هنا عن الممرات عن البحر بمعنى أن هناك إمكانية وصول هذه التنظيمات إذن الخطوة هي تقرأ قانونيا داخليا وأيضا ملاءمة مع التفاقيات الدولية تقرأ جيو استراتيجيا لما هو قادم الدور الذي سيلعبه المغرب بدأ يلعبه ثم جيو أمنيا والأساس موجود من الأساس القانوني والقرار يهم المغرب وإسبانيا ولا يهم أي ضرف الفكرة واضحة أشكرك جزيلا شكر دكتور عبد الرحيم منار إسليمي رئيس المركز الأطلسي لدراسات الاستراتيجية والتحليل الأبني كنت ضيفنا اليوم وشكر أيضا لمشاهدين على حسن المتابعة لحظات قليلة ونعود معكم فابقوا معنا اشتركوا في القناة